السلام عليكم ورحمة الله أحب أنا في كل مكان مساء الورد عليكم طريقة زراعة الجزانية الجزانية في المنزل بكل سهولة هنشوف مع بعض كيف ممكن نزرع نبات الجزانية أو الجزانية في البيت ونعمله تكاثر في طريقتين للتكاثر يا جماعة سواء بالبزور أو بالعقلة يعني من الأم بناخد سلخة عقلة أو في الطريقة الثالثة إن احنا ناخد العقلة والعقلة هذي نحطها في الماء إلى أن يتم التجزير وتعمل معانا جزور النبات هذة طبعا من أجمل نباتات الزينة ليه وردة رائعة بس للأسف طبعا كان عندي كذا واحدة والمعاد مش وقت الورود خالص يعني الوردة مش طالعة في الوقت هذا فأنا هوريح حضراتكم كيف نعمله تعقيل ونزرع على طول في الطربة أو إن احنا نزرع في الماء لغاية ما يعمل معانا جزور وهضرب لحردراتكم مثل بواحدة أنا زراحة في الأرض عندي وكيف ممكن الوردة بتاعتها يتطلع معانا البزور بكل سهولة هذة عنا النبات سواء احنا جيبنا النبات من صديق أو من مشتل النبات هذة جماعة يعني سهل جدا ممكن تزرعه في طربة بيتموس رملية ياريت مكان مضلل بلاش الشمس القوية تكون جاي عليه وفي نفس الوقت بترويه كل كم يوم مع باقي النباتات يعني مراعاته عادية جدا وفيهاش أي مشاكل كل ما تلاقي الأرض جفت بتزجي كل ما تلاقي عندك حوض مليء بالورود وهتسمد بتسمد لكل النباتات يعني بيعامل زي باقي أي نباتات أخرى كنباتات زينة بلاش الشمس الحارقة السقاية مش بزيادة لأن شوفوا أي نباتات تلاقي أوراقها يعني ممكن تكون بتحتفظ بيه الماء بنسبة يعني نوعا ما كويسة يعرف إن هو مش محتاج سقاية كتير يعني بيرجي حتى إلى شكل النبات زي الصبار بتلاقيه دايما تخين ومليء يبقى يعرف إنه بيحتفظ بالماء إذن هذه أنا باجي كل 3-4 تيام بسجيها ودلوقت عايز أعملها تكاثر عندي في البيت وانجل منها للحديقة وفي نفس الوقت تسميدها يعني عادي يعني ما بتحتاش تسميد زائد وسهلة التكاثر ووردتها قمة الجمال وشكلها في البيت جميل وبنصحكم بيه زراعتها لو جينا هنا جماعة الحين شفنا إحنا شكل النبتة عايز أضرو بلكم مثل كيف موضوع الوردة اتطلع لنا بعد ما تنشب بذور وممكن نحطها في الحوض أو الأصيص ونسجيها وتبدأ اتطلع معانا أنا كان عندي واحدة زي هادي من حوالي مثلا بالضبط اسبوعين وكانت واحدة سلخة واحدة عقلة فقط من الأم واخدتها من صديقه ونجلتها ودلوقت موجودة عندي في الأرض هوريكو لو جينا هنا بصينا هادي جزانية شوفوا في الأرض أرض رملية عادي جدا بس ما شاء الله كانت صغيرة جدا يعني مفيش في غضون اسبوعين مع السقاية باقي الحوض بدأت تكبر معايا وأوراجها غير اللي موجودة عندي في الكيس البلاستيك أو الأصيص بدأت هي الأوراج تبقى فيها نظارة وتكبر ودلوقت هذا هتبدأت لاجي فيه الساق بدأ يكبر أكتر ويطلع كذا الساق وشوية إن شاء الله هتورد معانا وتطلع وردتها الجميلة فالوردة لما تطلع نضرو بلكم مثل هذا عندي نبات ورد بيطلع وردة بيضة الشجرة شوفوا نظرة جدا وخضرة لكن دلوقت الظهر عشان الخريف كل الورج وجع ولو تلاحظوا دبل وكانت مليئة بالأزهار البيضة قمة الروعة كبيرة ومفتحة شبيهة بوردة الجزانية شوفوا كل الأوراج بدأت تدبل وكل الورود بدأت تزبل وتجع شوفوا لو جينا هنا كان هذا كله مليئ بالبزور لساعة ما نشفت في نفس الشيء بالظبط أنا بضرو بلكم مثلا لإن مفيش في الجزانية عندي وردة فلو بصينا هنا هتلاقوا إن كل هذا كان ورد أبيض كبير بمجرد ما نشف زي وردة الجزانية نشفت الوردة ووجع منها البذور بصوا كمية الورد اللي طالع في الأرض طبعا اللي عليه هذا البيض هذا رمل يا جماعة هو نضيف بس من السقايا بتجي الرملة مش أوساخ شايفين كل الورود الزريعة تنبيت اللي طالع في الأرض من هادي فاحنا هذا خير دليل ومثل على كيف إن الوردة ممكن تدينا بذور تطلع وردة جديد الجزانية نفس النظام هتطلع معنا وردة أول ما تدبل زي الوردة هادي هنمسكها بالراحة ناخد البذر اللي فيها شوفوا هنا ما عملتش أي حاجة غريب إنه لحاله سبحان الله كل الورود بتاعتها اهيه الصغيرة البيضة دبلت نشفت وجعت ادتنا كل اللي انتوا شايفينه شوف كديش الزريعة اللي طلعت على الأرض كلها هتبقى زي هادي بالظبط وممكن نفصلها في المستقبل وتبقى كل واحدة هادي وردة قمة الرابعة ولونها أبيض وجميلة إذن بمجرد ما نشفت وجعت على الأرض ادتنا شوفه كمية الإنبات اللي حصل من 3-4 وردات نشفه فالجزانية هي نفس النظام هتكبر شوية هتطلع لنا الوردة الوردة فتحت بعد ما تفتح تدبل تنشف ناخد بذورها وننثرها في القصيص أو في الأرض هتدينا نفس الشكل هذا إذن ضربنا مثل بزراعتها من البذور من الوردة بعد ما بتنشف هذا أول شوف في الأرض كيف بترعرع غير اللي موجودة عندي في القصيص أو في اللي بتاعي اللي لسه هنقولها إذن بسجيها مع باقي النباتات مية خفيف خفيف كل ما الأرض تنشف وفي نفس الوقت تسميدها مع باقي الحوض بسمد الحوض والمية بتجري فيه مع السماد ومية مية هذا بالنسبة لي ضربنا مثل كيف الورود ناخد منها البذر ونتعامل معها نيجي هنا هنشوف تحس إنه يعني مش بنظارة اللي بيكون في الأرض الحين عايز أفصل واحدة أنا زي هادي مثلاً أهي عندي واحدة بس يا بابا عايز أفصلها ممكن نفصلها إيه يا جماعة شوفوا بنيجي من الأرضية من تحت طبعاً جماعة كل فترة بتلاقوا الجزانية بتعمل معانا إيه اللي هو هذا اللي بينشف عادي جداً كل الجزانية كده كان عندي كتير أهوق ووجع على الأرض شلته كله دلوقتي بيتشال عادي خالص عشان تديها تحفيز كل ما ينشف فيه الزيادات هادي بنقصقصها ونشيلها بتفضل الأماية محتفظة بقوتها ونظرتها وبنشيل الزيادات الحين عايز أخد عقلة مثلاً نفترض هادي في كذا عقلة بس نفترض هسلخ أنا هادي من الأم أهي قطعناها شوفوا هادي دلوقتي أهي عقلة منفصلة عقلة منفصلة بنيجي هنا بننظف أرضيتها لو فيها أي شوائب أو حاجة تمام؟ أهي أصبح عنا عقلة منفصلة نمسك المقص وممكن نشيل الحطة الطرفية الزيادة هادي مثلاً أهي بس أصبح لدينا عقلة صغيرة هادي الحين جماعة أنا ممكن طريقتين يا إما زي ما هي وغرصها في الأرضية أو نحطها في الماء لو حطناها في المية بهذا الشكل زي ما حضراتكم شايفين أهي غطصنا حوالي 2-3 سنط في الماء ونسيبها في مكان مضلل بلكونة طراس في الحضيقة في أي مكان مضلل فيش أي مشاكل بيتخلل الشمس زي ما أنتوا شايفين المكان اللي أنا جاعد فيه هتصبح معانا العقلة هادي كده في غضون حوالي أسبوعين هتلاقوا كل اللي تحت هذا بدأ يجزر معاك سهل جداً الجزانية سهلة جداً تجزيرها من تحت هنحطها في المياه بهذا الشكل ونسيبها هتلاقوا خلال أسبوعين بدأت تطلع معانا وتجزر وبعد كده ننجلها لإيه الحضيقة طيب أنا شايف أنه لا طبما أنا ممكن على طول أخذ واحدة نفترض أن أخذ هذه بالوقتي أهي نسلخها أو نكسرها تمام من الأرضية هادي برضو واحدة أهي وباجي أنا في الجاع وبشيل حتة بنفس الشكل تمام معلش عشان بصور يا جماعة تمام وباجي أنا ممكن هادي على طول زي ما هي أهي نعملها تكاثر سواء في المياه أو عن طريق الوردة بتطلع البذور زي ما قلنا هادي الطريقتين والطريقة الثالثة أهي هني جي ننظف ننظفها من تحت خالص كده ونشيل هذا كله وممكن أجي أنا عندي مثلا مكان فاضي هنا أهو جنب الصبارة شوف ما أصغرها هادي جماعة في غدون ممكن شهرة لجوها صارت يعني كبيرة وبدأ السقي رعرع ويتطلع كمية على الجوانب ممكن أبدأ برضو أستنسخ منها وأزود عندي هنا الصبارة هادي مثلا جنبها حتة فاضية زي هادي بننظف كده وباجي أنا على المغربية بازجي بازجيهم على الخفيف وبوسع لها في الأرض بنفس الشكل أهو بعمل المكان وحاولوا تخليها نازلة لغاية بداية الصق زي ما نوريتكم في التانية اللي هناك يا جماعة يعني أهي هنخلي هادي مثلا لغاية هنا الزبط هذا كله في التربة فلو يجينا بصينا أهو شايفين صقطناها في الأرضية تمام ونعدل هنا ونعدل كده شايفين الشكل العام اهي اتفرجوا عليها خلال مثلا سبعين ثلاثة هتبقى زي اللي وريتها لحضراتكم في الجانب التاني من الحديقة اهي ونسجيها مع باجي طبعا متسمد الأرض عندي أصلا والحوض الحمد لله مليء بالفيتامين والخيرات ومتسمد كذا مرة وفيش أي ما هي يعني ممكن ما سمدش أصلا خالص حطناها في الأرض بهذا الشكل وضغطنا عليها اهي خلاص مسكت تمام باجع المغربية بسجيها والمكان هذا هو ضل بيتخلل الشمس هتلاجوها خلال فترة صارت حوالي تريبل يعني ضعف مرتين ثلاثة وبدأت تطلع لها نموات من كل حتة الجزر السق بدأ يعلم معانا ويكبر وشويا ان شاء الله وردتها الحلوة تفتح معانا إذن هذي طريقة ان احنا نقص من الأماية حتة ونضعها في التربة أو الأصيص على طول وبتمشي في التربة الرملية وبتنجح مية مية هذي طريقة الطريقة الثانية زي ما قلنا ان احنا نحطها في الماء بهذا الشكل وخلال أسبوعين برضو هتكبر معانا وتجزر من تحت وممكن ننجلها فانا شايف ان الطريقة هذي يعني عادي ملهاش قيمة لان على طول ممكن نحطها في الأرضية زي هناك والوردة زي ما قلنا مش هنعيد خلاص بتدبال معانا زي وردة القرنفل بنمسكها بالهداوة بنلاقي بتطلع معانا البذور شوف انا من غير ما اعمل حاجة الورد نشف وجه على الأرض الأرض شربت مية مع الري مالة الأرضية خلاص اذا هذا كان موضوعنا عن الجزانية كيف نعملها تكاثر من العقلة او في المية او في من خلال الورود الناشفة البذور كده بتهايلي قلنا كل حاجة عنها اتمنى الفيديو يكون نالي الاعجاب وان انتوا تكونوا استفدتوا ان شاء الله من هذه المعلومة الجزانية رائعة جدا وشكلها رهيب كنبات ظل وبتدي ورد وشكله حلو جدا وطريقة تكاثرها سهلة رايها وتسميدها اسهل من السهولة يارب ان شاء الله يكون نالي الاعجاب الفيديو ونشوفكم فيديوهات تانية مستقبلية ادعموا الاشتراكة جماعة نسعد برؤياكو كان معكو اخوكو نعيم حجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته